بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي إن شاء الله راح نتكلم عن نهاية الشمس يؤكد العلماء أن الشمس تحرق من وقودها ملايين الأطنان كل ثانية وبالتالي سوف يأتي ذلك اليوم حيث تستنفذ وقودها وتتكور على نفسها ويذهب ضوءها وهذا ما أشعر إليه القرآن في آية عظيمة تحدثنا عن يوم القيامة يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم إذا الشمس كورت سورة التكوير آية واحد ولذلك فإن هذه الآية تعبر تعبيرا دقيقا عن نهاية الشمس حيث أن الشمس لن تنتهي فجأة بل بالتدريج يتم تكويرها ونخفاض ضوءها حتى تذبل وتموت مثلها مثل بقية المخلوقات وهذه الآية تمثل معجزة علمية لأن الاعتقاد السائد عند الملحدين نتكلم عن الملحدين أن الشمس تستمر للآبد ولكن القرآن قرر حقيقة علمية قبل أن يكتشفها العلماء بقرون طويلة أن الشمس ستموت وتذبل وتنتهي صراحة ما نقول سبحان الله والله أعلم